صباح الخير أهلا وسلم بكم مشاهدين الكرام في برنامج جموال ومسارات ونذكر برقم سوق الأسهم السعودية في ثاني تداولات هذا الأسبوع بعد التراجع الطفيف اللي شاهدناه على الجلسة نتابع السوق الأنماء للاستقرار أقل من خمس نقاط بالتراجعات 8500 حوالي 56 نقطة في هذه الأثناء قيمة تداول عند ثلاثة مليارات واربعمائة مليون ريال وحجم التداول عند 159 مليون سهم إذن قيمة تداول كانت في أولى جلسات الأسبوع على تراجع حوالي 19 في المئة وصلنا في جلسة أمس إلى 9 مليارات ريال بعد أن كنا نتداول يعني خلال الفترة الماضية بـ 14 إلى 15 مليار ريال كمتوسط قيمة تداول خلال الفترة الماضية بالتالي قيمة تداول هي الأدنى منذ أكثر من 30 جلسة ما زال هناك ضعف واضح في الاتجاه الصاعد للسوق إذا ما تجاوز السوق مستويات 8600 و13 نقطة واللي كانت أعلى نقطة وصل لها السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي إذا ما أخذنا في الاعتبار هناك ترقب واضح الآن على السوق للنتائج المالية للشركات لربع ثالث من هذا العام قد تؤثر بشكل واضح وتحدد مسار السوق خلال الفترة القادمة بعد أن السوق يعني وصل إلى مستوى 8500 نقطة ولكن لكي يستمر الموجة الإيجابية لابد أن السوق يعني يستقر فوق مستويات 8600 نقطة بعد أنه أيضا كذلك ما زالت على النزع المضاربية باتجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق إذا ما أخذنا في الاعتبارها تحولت بعض السيولة إلى هذه الشركات بعد أنه شهدنا اهتمام من المستثمرين بشركات القيادية خلال تداولات الأسبوع الماضي ولكن ما زالت أيضا حتى هذه الشركات عند مستويات هي الأعلى بالتالي ربما هناك حالة من التفاؤل يعني تجاه الآداء خلال الفترة القادمة إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه أيضا بانتظار الأحداث العالمية تحركات الأسواق العالمية وتأثيرها على مجمل أسواق المنطقة والسوق السعودي